القرار يختلف بشكل كبير جدا هل عندك مجموعة موارد فيها دعم وإعانات غير مقنن؟ يعني إذا كانت الكهرباء عندك بشكل عام مدعومة والمياه مدعومة والبنزين والديزل مدعوم والخدمات الصحية مجانية طبعاً للمواطنين لكن حتى الغير المواطنين في أحيان كثيرة تضطر المستشفيات الحكومية للتجاوبة على الحالات العاجلة والطارقة وغيرها وأقدر أمشي على الأمن الطرق أهلاك الطرق إلى ما لا نهاء أقدر أعدلك عندما يكون عندك مليونين شخص يستهلكون هذه الموارد المدعومة عندك خيار تقول أبا استمر لأنهم قاعدين نصرفون في الاقتصاد وبدلس العاعد نصرفهم في الاقتصاد واستأجارهم البيت والشقة مقابل الدعم الصرف الذي قاعد أخسره هذا هذه مقارنة اقتصادية مفروض أنها تدرس اقتصادياً وبناء عليها تطلع النتيجة أنا ما كنت جزء في بداية القرآن هذا ما كنت جزء منه بس عشان لا أدافع عنه ولا أهاجمه لكن أقول لك هذا كان دراسة اقتصادية على أنه من الأفضل فرض المقابل المالي لأنه قاعدين يستفيدون من الدعوم المقدمة في الاقتصاد أضيف على هذه بس جزئتين أولا وش يستهلكون لما نقول لنا يا صرف في البلد وبعدين يعني قاعد يستهلك في البلد أقول لك كاعد يستهلك مش قاعد يستهلك تسعين في المئة من اللي قاعد يستهلكه مستورد اكشولي سو العاعد حقه أغلب وراح بره مهو هنا يعني حتى لو طلعوا وحولوا فلوس بره الفرق مهو كبير بين الثنتين أنا قصتك كدراسة اقتصادية يعني تبتشوفها من ناحية اقتصادية إذا تغيرت المعادلة وهذا المعادلة بدت تتغير الآن صار فيه رفع لبعض الدعوم استهداف للناس المستحقية من خلال حساب المواطن بحيث أنك تعوضوا عن الأشياء اللي ارتفعت إذا وصلت لمرحلة يعني صار العاعد من بقاعهم من وجودهم أعلى أنا أعتقد من المصلحة أنك تعيد النظر فيه والآن يدرس عادة النظر في المقابل المالي على المرافقين خصوصا أنك تبغى تستقطب أنت كفاعة الآن وجزء من استقطاب الكفاعات هذه أنه تبغاه يجي ويستقر ويستقر مع أهله لأنه بيكون شخص منتج في الاقتصاد فأنك تسهلها عليها تجعلها أقل تكلفة أعتقد جيد للاقتصاد وهذا الذي الآن يدرس